موسيقى يا بونا ساعات بكون متضايقة أو قلقانة من حاجة ومحتاجة أحكي مع حد بحس إن محدش من أهلي عايز يسمعني وكله عامل مشغول بيسمعوا مسلسلات فاتحين النت للتسلية يعني مش حاجة مهمة وبيقولوا إن أنا مكبر الموضوع طالما ما يخصهمش لكن مشكلة عندي إن ما فيش أي حد تاني في البيت أتكلم معاه وأي حد تاني لما بيعود يحكي عن مشكلته بتبقى كأنها أهم مشكلة في العالم وأنا بسمعهم ومش بقول حاجة خصوصا لو فاضي وممكن أساعد لكن حجتهم لهم مش فاضيين على طول يبقى نفسي يسمعوني ولو في حل يقترحوا بس بحس إنهم عايزين يريحوا دمخهم مدام الحاجة ما تخصهمش هي مشاكل في شغل بتقابلني بس أنا مليش أصدقاء وأنا معديش مرض نفسي عشان روح فاضي لدكتور قدسك ممكن تقولي كلمة يبقى نفسي ربنا يرد علي ونفسي حد يرد علي عايز إنسان قدامي سامعني ويرد مما لا شك فيه إن اللي انت بتقوليه ده احتياج طبيعي بدليل إن آدم لما كان قاعد في الفردوس لوحده وربنا حسس إن مش هو ده أحسن حاجة ليه بصل وحدته وخلق ليه إنسان معينة نظيرا علشان يتكلم معاه فإن الإنسان يتواصل دي حاجة مهمة قوي بس سامحيني إنت حطيتي أهل بيتك هما الهدف وهما الوسيلة الوحيدة للتواصل وأوقات مش هيكونوا مهتمين أو أوقات مش هيكونوا فضيين وحسين اللي انت بتقوليه وبتزيديه هو شوية مساكل في الشغل ما تحليها مع نفسك وخلاص طب الحل إيه الحل إن الإنسان يكون ليه أكتر من دايرة من الدوائر يتواصل معاه الدايرة الأولى هي الله إن أنا بفتح قلبي وأحكيه كل مشاكلي في صلاتي حتى المشاكل اللي أنت تعتقد إن هي تفهى وما ينفعش تحكيها لربنا أطمنك إن ربنا مستني إن يسمحها منك بس أنا محتاجة حد أتكلم معاه وماله مدام أهل البيت مشغولين ليه ما نخشش مجال في الكنيسة أنت كاتبة سنك وسنك تقريبا يساوي عندنا في الكنيسة اجتماع للخرجين ليه ما يكونش فيه خادمة أو ليه ما يكونش عندنا صديقة ممكن أتكلم معاه واثنين وثلاثة ونحكي فالحقيقة لازم تدوق توسعي الدوائر يبقى فيه اسمها دايرة ربنا توسعي الدوائر توسعي الدوائر